موضوع جديد وهو موضوع التشابه التشابه في المضلعات والتشابه في المثلثات التشابه في المضلعات متى يتشابه المضلعين؟ متى يتشابه اي مضلعين؟ اذا كانت الزوايا المتنظرة متطبقة يعني قد بعضها والاضلاع المتنظرة متنسبة يعني ايه متنسبة؟ يعني يوجد بينهم تناسب يعني مثلا 2 الى 3 او 1 الى 2 او 3 الى 4 معامل التشابه اللي احنا رمزناه بالرمز K هو النسبة بين طولي ضلعين متناظرين في مضلعين متشابهين المضلعين المتطابقين متشابهين لكن العكس غير صحيح يعني مش كل مضلعين متشابهين متطابقين واذا تشابه المضلعان النسبة بين محيط الاول الى محيط التاني تسوي الكي ليه ثابت ايه او نسبة التشابه ازاي بتيجي في الاسئلة تعالوا نشوف هذا السؤال اللي بيجي في تجمعات مضلعان متشابهان النسبة بينهما اللي هي الكي 2 الى 3 طالما 2 الى 3 الى 2 اصغر من 3 يبقى يحصل له تصغير وكان طول محيط الاصغر 14 فان محيط الاكبر هسميه X يبقى الـ 14 ده محيط الاصغر على محيط الاكبر ليه الـ X اساوي بسابت التشابه سابت التشابه لو الكي كونت تناسب اهم حاجة نكون التناسب حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين الـ 2 في X بـ 2X اضرب الثلاثة في 14 بـ 42 الخطوة اللي جاية بقسم على الـ 2 وبقسم على الـ 2 يبقى قيمة الـ X هتساوي 42 قسمة 2 طبعا بتعطيني الـ 21 هذا هو محيط المضلع ايه الاجبر طلع 21 خلي بالكم الاصغر كان 14 والاكبر طلع بكم طلع بـ 21 وإشارين وإشارين